اهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي فيه قصص وعبر من كتاب الله جل وعلا ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن التاريخ القرآن فيه قصص وفيه إشارات وفيه أمثلة أحيانا والقرآن مليء بالأمثال أصلا بل الله جل وعلا أحيانا يضرب مثلا متناقضا لتتبين فيها الأضداد فمثل للمؤمنين مثل مائي وناري مثل للمنافقين مثل مائي وناري أحيانا يضرب الله عز وجل الأمثلة بحيوانات مثال قول الله جل وعلا لما ذكر اليهود الذين تعلموا التوراة لكنهم ما عملوا بها ضرب الله فيهم المثل بأحد الحيوانات مثل الذين حملوا التوراة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار الله عز وجل يضرب مثلا بهذا الحيوان نعم شي العلاقة لأن الحمار تخيلوا لو هناك حمار يحمل كتبا أسفار يعني كتب لو وضعنا على الحمار مجلدات هل يتغير الحمار تتغير شخصيته يتغير طريقته كلامه يتغير ما يتغير لأن جلكم الله حمار لو تحط عليه سيديات فيها كل العلم حط على اللاب توبك فيه كل العلوم والمعلومات يتغير ما يتغير مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله كذبوا بآياتنا والله لا يهدي القوم الظالمين مثال ثاني يعني كان المشركون أحيانا يتعجبون إيش هذا المصحف والقرآن الذي تقول هو كتاب الله وكل شوى يضارب لي مثل بحيوان من الحيوانات حتى العنكبوت الله عز وجل ضرب فيه المثل مثل الذين اتخذوا من دون الله مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت ما قال اتخذ بيته قال اتخذت بيته الآن اثبت العلم أن الأنثى هي التي تصنع وليس بذكر كمثل العنكبوت اتخذت بيته وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ليس فقط الآن العنكبوت وبيت العنكبوت وصناعة بيت العنكبوت فيه اعجازات علمية عجيبة كلها يدل القرآن عليها يعني الله سبحانه وتعالى ما يذكر هذه الحيوانات وهذه الأمثلة عبث تلك الأمثال وليس ضربها للناس لكن وما يعقلها إلا العالمون لعند عقل لعند علم هو اللي يفهم هذه الأمثلة شوف المثال الثالث هذا الحشرة التي نراها الآن تطير وتأذين اسمها الذبابة صح الذبابة حشرة كريهة قذرة تأتي على الطعام وعلى القذورات والإنسان إذا شافها احتقرها شفت هذه الذبابة الله ضرب فيها مثل شنو المثل الله سبحانه وتعالى يقول هذه الحشرة التي تحتقرون يتحدى الرب عز وجل كل أهل الأرض أيها الكفار كلكم وما تدعون من دون الله اجتمعوا جميعا واخلقوا ذبابة واحدة بس ما بي شي منكم أبيكم تخلقون ذبابة واحدة جيبوا المكونات شنو فيها الذبابة فيها يعني هذه المكونات البسيطة عضوية جمعوا هذه المكونات وركبوها وسووا ذبابة وخلوها اطير يلا ذبابة بس الله ما يبي شي الله ما طلب منكم أسد الله ما طلب منكم فيل الله ما طلب منكم حيوانات كبيرة الله طلب أحقر شي ذباب يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله الله إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له تبون مثل أصعب شوية تحدي أكبر الله عز وجل يتحدى فيه البشر ما يبي منكم تخلقوا ذبابا صعب إي صعب طيب يطلب منكم طلب ثاني يا أهل الأرض الذبابة إذا وقعت على الطعام تأكل شيء من الطعام تلعق شيء من الطعام الطعام وين دخل في جوفها الله يتحدى البشر إن اللي أكلته الذبابة ترجعون مرة ثانية كما كان بمكوناته بعض ما يقول سهل اكتشف العلماء أن الذباب أسرع مخلوق أول ما يدخل الشيء في جوفة يتحول على طول وإن يسلبهم الذباب شيئا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب الذباب المطلوب ضعيف والبشر كلهم ضعف ضعف الطالب والمطلوب وهذا أحقر شيء من مخلوقات الله ما قدر الله حق قدره إن الله قوي عزيز انظر للأمثلة هذه في القرآن للحيوانات لتعلم أن الله ما ضربها عبثا حتى جاء المشركون قالوا ما هذا الدين هنا حمار وهنا كلب وهنا عنكبوت وهنا ذباب إيش هذا القرآن يضرب أمثلة بهذه الحيوانات والحشرات فأنزل الله عز وجل آية ترد على هؤلاء المشركين إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضه مو بس شذي ترى حتى البعوضة شرأيكم حتى البعوضة الله راح يضرب فيها المثل حتى البعوضة شرأي المثل أي شيء الله عز وجل خلق ما شاء ويضرب المثل فيما شاء يتحدى فيها البشر إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا لما بعوضة بعوضة فما فوقها اللي كانوا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرؤون البعوضة فما فوقها فما فوقها فما فوقها فما فوقها أو craاني جناح الحق فوق البعوضة أي شيء ياGotو البعوضة أي شيء نعم أن العلم اليوم بأجهزة الدقيقة أثبت أن هناك بعض أنواع من البعوض تعيش فوقها حشرة أخرى ما رأيكم بهذه المعلومة؟ بعض الأجهزة أثبتت وبعض الدراسات أن بعض أنواع البعوض يعيش فوقها حشرة أخرى وصورت وموجودة بالإنترنت من أراد أن يراها لهذا الله عز وجل قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فأقولون فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا الله عز وجل جعل هذه الأمثلة عشان أهل الإيمان يزادون إيمانا وأهل النفاق والزيغ يرتابون وعندنا في هذه الحلقة أيضا مثل مثل لحيوان من الحيوانات ضربه الله وجعله الله عز وجل مثلا لقصة رجل هذه القصة حصلت في عهد نبي الله موسى عليه السلام قص الله عز وجل قصة هذا الرجل ثم ضرب به مثلا بحيوان من الحيوانات فمن هذا الرجل وما قصة هذا الرجل وما المثال الذي ضربه الله عز وجل به بأي حيوان من الحيوانات بهذا الرجل هذا الرجل اسمه بلعام ابن باعر رجل كان من علماء بني إسرائيل في ذلك الزمن لما نجى الله عز وجل موسى من فرعون واغرق الله عز وجل فرعون وقومه ونجى موسى عليه السلام وهو باتجاهه إلى فلسطين يقطع الصحراء الطويلة هذه حصلت قصة في ذلك الزمن أو في زمن التيح حصلت قصة لرجل عالم من علماء بني إسرائيل اسمه بلعام حصل على علم كثير وعلم عظيم لكنه للأسف ما قدر هذا العلم الذي في صدره الله يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم اتلوا وقصوا يا محمد قصة هذا الرجل على قومك واتلوا عليهم واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه نبأ الذي آتيناه آياتنا قص يا محمد قصة هذا الرجل من بني إسرائيل على أصحابك هذا الرجل الذي أعطاه الله عز وجل آيات وعلمه علوم كثيرة وجزيلة علوم عظيمة علمه الله عز وجل لكن شنو صار فيه وما الذي حدث لهذا الرجل وهل لفعه العلم الذي عنده وأي مثل ضربه الله عز وجل لهذا الرجل في القرآن ولم أمر الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقص علينا قصة رجل كهذا خلقكم معنا في هذه القصة وهذا المثل نرجع وإياكم إن شاء الله بعد الفاصل هذا الرجل العالم من علماء بني إسرائيل كان يعيش في قومه حاله كحال العلماء غيره لكن للأسف لم ينفعه العلم الذي في صدره ما استفاد من العلم الذي عنده كان فيه دخن كان فيه حب للسمعة والرياء ومن سمع سمع الله به ومن رأى آراء الله به ومن عمل عمل الأشرك فيه معي غيري تركته وشركه ومن تعلم العلم ليجادل العلماء ويماري السفهاء فالنار النار فإن هذا العلم لم يستفد منه صاحبه هذا الرجل بلعام تعلم علما لكن لم يستفد منه وللأسف القلب مريض القلب فاسد فما ينفع العلم قلبا فاسدا تعلم العلم وأراد أن يرتفع بين الناس فما ارتفع إنما قرأت لي قال قال وقد قيل خذوه إلى النار أول من تسعر بهم النار أراد أن يرتفع بالعلم بين الناس ويكون له المنصب والجاه والكبرياء لكن لم يحصل حتى جاءه قومه يوم من الأيام وقد ضعف دينهم وانتكسوا عن دينهم فأرادوا أن يحاربوا من نبي الله قيل هو موسى عليه السلام وقيل غيره الله أعلم لكن قومه أرادوا أن يحاربوا نبيا من الأنبياء وهكذا بني إسرائيل قتلوا كثيرا من الأنبياء فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون فأرادوا أن يحاربوا هذا النبي لكنهم خافوا في البداية فذهبوا إلى بلعام ابن باعورا قالوا له يا بلعام قال نعم قالوا نريد منك أمرا نطلب منك طلبا قال ما هو قالوا له نريدك أن تدعو على نبي الله شوف يعترفون أنه نبي لكن الخب يهود قالوا نريدك أن تدعو على نبي الله قال أعوذ بالله أنا أدعو على نبي الله ولما قالوا سنحاربه ونريد أن تكون أنت بمقابله تدعو الله عليه في البداية تردد في البداية خاف في البداية لم يقتنع لكنهم أغروه بالمال وأغروه بالرئاسة وأغروه بالمنصب والجاح وهذا الذي كان يريد ما أراد الله ما أراد وجه الله ما أراد الجنة هو أصلا هو بعلمه أراد الدنيا وملذاتها وكم من عالم بل وكم من حافظ للقرآن بل وكم من مقاتل ما أراد به وجه الله عز وجل منهم هذا الرجل تعلم العلم وأعطاه الله الآيات لكن ما كانت لله جل وعلا فلما اقتنع رفع يديه إلى السماء يدعو الله على ذلك النبي سواء كان موسى أو غيره انظروا للجهل انظروا للعمى والله علم لا ينفع فما استجاب الله عز وجل له فلما خسر الآخرة بدأ يجبع الأموال من الدنيا وأخذ يأخذ من قومه أموال ويخدعهم ويجمع ما شاء من الأموال الله عز وجل يقول واتل عليهم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا آتيناه آياتنا فانسلخ منها شوفوا الآية ما قال الله تركها قال فانسلخ منها الانسلاخ عادة يقال للمخلوق الذي يبدل جلده ينسلخ المسلخ اللي يسلخون الجلد عن الجسم صح الحية تنسلخ تبدل جلدها تسلخ جلدها وتطلع بجلد جديد الله عز وجل يقول هذا الرجل انسلخ شون انسلخ بدل جلده بدل ما كان رجل مؤمن تقي صار فاجر كافر ضال شقي شفت الفرق واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها انسلخ ارتد انتكس يدعو على نبي الله يكون في صف وفي جهة تقاتل جهة فيها نبي الله أكثر من هذا الفجور أكثر من هذا الكفر والضلال وكان عالما يقال كان أعلم قومه في ذلك الزمان فانسلخ منها فأتبعه الشيطان الشيطان كان يتربص له يتربص له لكن لأنه عنده علم والشيطان يفتعد من العلماء لكن كان ينتظر متى ينتكس ويفتن هذا العالم في دينه العالم أحيانا يفتن بالمال ولا تشتروا بآيات الله ثبنا قليلا أكثر علماء بني إسرائيل اشتروا بالمال فتنوا بالأموال ضيعوا دينهم أفتوا لمن يدفع لهم هؤلاء علماء بني إسرائيل علماء اليهود الذين حذرهم الله ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا اشتروا ثمنا قليلا هذا منهم بلعام بن بعورا قال الله عز وجل فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين غوى ضل انتكس انحرف بعد أن كان عالما من العلماء كان نجما من النجوم كان يهتدى به ويقتدى به لكن للأسف ما نفعه علمه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين الله يقول عن هذا العالم وامثال هذا العالم من الذين انتكسوا بعد أن تعلموا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا لو استمر على علمه وفهمه وعمل بما تعلم لرفعه الله عز وجل القضية ممنصب قضية لست رصيد القضية رفعة بين الناس بالذكر الحسن العالم يرفعه الله درجات وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا لو ظل على دينه لو استمر على صلاحه وتقواه لو استقام على شريعة الله عز وجل لرفعه الله جل وعلا كما رفع غيره من العلماء والحكماء بل والأنبياء والمرسلين رفعهم الله جل وعلا لكن وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ مثل الإنسان اللي يخلد النوم الله يقول أخلد إلى الأرض الكسل الدنيا تراب أراد الفانية هذه وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ إلهه صار هواح معبوده ديناره ودرهمه شهوته تقوده ولهذا الله عز وجل يقول هذا رجع إلى الأرض والتراب وصار الذي يقوده ليس شرع الله إنما هواح ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواح هذا الرجل الله عز وجل ضرب له مثلا شفتوا اللي قلنا لكم مثلا الحمار والبعوض والذباب والعنكبوت هذا الرجل أيضا ضرب الله عز وجل فيه مثلا شروا المثل الذي يستاهل هذا الرجل اللي قريب من هذا الرجل فمثله كمثل الكلب ماذا علاقة الكلب؟ الكلب دائما يلهث قلبه هكذا إذا كان مرتاحا لهث وإذا كان يركض لهث هكذا الكلب يلهث دوما سواء كان واقفا مطلع لسانه يلهث أو متعبا مطلع لسانه يلهث يعني الله عز وجل يقول هذا نفس الكلب ما استفاد تعلم ولا ما تعلم فهم الآيات ولا ما فهم الآيات متعبا مجهدا مؤذن سواء كان بهذه الحال أو بتلك الحال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث الله عز وجل يقول بعدها ذلك مثل القوم ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص فقصص القصص لعلهم يتفكرون ألا ينطبق هذه أو هذا المثل على علماء في هذه الأمة لو شاء الله لرفعهم بهذا العلم الذي في صدورهم باعوا دينهم فجعلوا الحلال حراما والحرام حلالا ألا ينطبق المثل عليهم يستحلون الحرام ويحرمون الحلال لأجل من لأجل حكام لأجل الرؤساء لأجل أموال لأجل سياسات يبدلون دين الله عز وجل ينطبق عليهم المثل فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ولهذا أهم شيء في طلب العلم الإخلاص لله وأنت تحفظ القرآن سنفسك لمن تحفظ؟ لله أو ليقال قارئ أهم شيء في علماء الأمة وطلبة علمها ودعاتها أهم شيء عندهم أن يكون الأمر لله عز وجل وحده فمن تعلم لغير الله أو حفظ لغير الله أو شك الله أن يضله وادع الله دوما أن يرزقك الإخلاص وسل الله الثبات فقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر دعائه يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك كما انتكس هذا العالم الذي أعطاه الله الآيات ينتكس غيره من الناس وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه فسل الله دوما الثبات وادعه جل وعلا أن يحسن لنا ولك الخاتمة نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة وقصة وعبرة أخرى سودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرآننا يروي الفضاء لقصة من وحيها عبر حوت معناها وكذا بهدي نبينا وانتسطرت قصص غوائعها يشعر سناها طوبى لمن فهي